موسيقى السلام عليكم اهلا بكم نورتوني النهاردة هنعمل مع بعض الفلافل او الطعمية اسمها بيختلف من مكان لمكان لكن كلنا بنتفق على ان هي من الاز واطعم الاكلات اللي بيحبها الكبار والصغار هنعرف ازاي نشكلها باشكال مختلفة ازاي نقدر نحفظها في الفريزر وايه هو سر القرمشتها الخطيرة ازاي تعملوا فلاف المقرمشة بالشكل ده سمعين شوفوا مقرمشة جدا بستوية من جوه بمها فاتح يمي 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 يلا بينا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الاز واطعم طعمية هنستعمل ربع كيلو او كباية ونص من الحمص وقدوهم بالزبط من الفول المجروش يعني ربع كيلو او كباية ونص من الفول المجروش الحمص والفول نقعيهم من بالليل للصبح او حوالي 12 ساعة الفلافل طبعا ممكن تتعامل بفول بس او بحمص بس لكن سندقوني الاتنين مع بعض بيدوا احلى واطعم فلافل هنصفي الفول والحمص من المياه وهنضيف عليهم الخضرة انا هكتفي هنا باستعمال كمشتين بس من الكسبرة الخضرة معاهم اربع فصوص من التوم وما تكتروش من البصل هنستعمل بصلايا صغيرة او ربع بصلايا كبيرة واثنين من البصل الاخضر هقطع الخضر والتقطيع عشوائي علشان اسهل من الفرق لو انتو عايزين الفلافل يبقى لونها دهبي وجميل وما تغمقش منكم بعد التحمير هنقلل من الخضرة ومن البصل البصل كمان لانه فيه كمية من السكر لو كتر بيخلي الفلافل تتحمر بسرعة وتغمق قبل ما تكون استاوت كويس من جوه معايا حاولي نص كباية من المياه هضيفهم بالتدريك شوية بشوية ممكن ما احتاجهمش كلهم هضيف بس على قد الكمية اللي تحرك للمكونات في محضرات الطعام طبعا انتو ممكن تستعملهم مطرمة اللحمة على الوش الناعم بس هنخلي الجزء صغير من مقدار الفلافل يتفرم خيشن شوية لان ده بيخلي الفلافل هشة وما تكونش مكتومة انا هنا بستعمل محضرات الطعام فانا كل شوية بقلب المكونات علشان اساعد المحضرات الطعام في مزج المكونات مع بعض هنا انا احتاجت اضيف شوية من المياه فهضيف كل ما تحس ان انتو محتاجين شوية تضيفه شوية بشوية ما تقطروش المياه انا بس يدوب علشان تساعد في التجانس المكونات ده بالظبط القوام اللي انا محتاجه اوصله يكون لهو ناعم قوي ولا هو خيشن قوي في الوسط زي ما انتو شايفين انا مستعملتش كل مقدار المياه دولة شوية اللي اتبقه هغطي الفلافل وهسيبها ترتاح حوالي نص ساعة في التلاجة قبل التحمير من اكتر الحاجات اللي بتدي ريحة وطعم حلو قوي للفلافل الكذبرة النشفة بحمصها كده على نار هادية لحد لما شم ريحة الكذبرة وبعدين اتبها تهدى شوية واتحنها كده طحن خشن البهارات والملحة والمواد الرفعة بنضيفهم على طول قبل التحمير مباشرة مش قبل كده هضيف معلقة صغيرة من الكذبرة الخشنة ومعلقة صغيرة من الكذبرة النعمة معاهم ربع معلقة صغيرة من الكمون وربع معلقة من الشطة او حسب الرغبة معاهم كمان معلقة كبيرة من الملح المواد الرفعة اللي هستعملها هي معلقة صغيرة من البايكينج باودر ونص معلقة صغيرة من البايكينج سودا البايكينج باودر بتدي حجم والبايكينج سودا بتدي حشاشة للفلافل هنحاول نقلب كده المكونات بالمعلاقة كده زي ما انتم شايفين عشان ندخل فيها هواده بيخلي الفلافل كده تبقى هشة وحلوة ومقرمشة جدا بعد التحمير خدوا كده كمية صغيرة من الفلافل وجربوا تحطوا عليها شوية من الكاري بيدي طعم حلوة قوي للفلافل جربوه كده في كمية صغيرة ولو عجبكم حطوه على باقي الكمية يلا بقى نشوف ازاي هنشكل الفلافل اول طريقة للتشكيل باستعمال قالب الفلافل وده مطاح اونلاين او في محلات الادوات المنزلية وسعره رخيص مش غالي ممكن تحطوه في المية او في زيت علشان يسهل من خروج الفلافل منه لما تيجوا تشكلوا الفلافل ما تضغطوش قوي بالمعلاقة او باقي ديكم وانتو بتشكلوها لان ده ممكن يخليها طلعة مكتومة كمان ممكن تزينوها بالسمسم او بالكزبرة النشفة بطرف اسبوعنا ممكن نعمل كده فتحة في النص ده بيخلي شكلها حلوة بتبقى مقرمشة جدا من النص الطريقة التقليدية هي التشكيل بالايد فببل ايدي كويس بالمية ده بيخلي تشكلها اسهل وكمان صدحها ببقى ناعم ما تضغطوش عليها وانتو بتشكلوها علشان ما تبقاش مكتومة من النص زي ما انتو شايفين بحركها كده من ايد لايد طبعا ممكن كمان نشكلها بالمعلاقة زي ما انتو شايفين بحركها بالطريقة دي ما بين بعلاقتين بيبقى شكلها لطيفة قوي كده كأنها كوبيبة ممكن كمان بترفي المعلاقة باخد شوية من السمسم او الكزبارة النشفة وبضفهم على الفلافل بالطريقة اللي انتو شايفينها اخر مرحولة بقى هي مرحلة التحمير بحمرها في زيت غزير بسخنه على نار عالية في الاول لحد لما يوصل لدرجة الحرارة المناسبة وبعرف ازاي ان الزيت تتخن كويس ان انا باخد شوية من العجينة وبحطهم في الزيت لو تطفد على وش السطح يبقى هو كده تمام بضيف الفلافل وبهدي شوية النار ما بسبهاش عالية علشان الفلافل تستوي وبتتحمر براحتها لحد لما تاخد لون دهبي جميل لو انتم كطرين البصل في العجينة هتغمق بسرعة وهتاخد لون من غير ما تكون استاوت كويس من جوه فانا قلل البصل زي ما احنا عاملين في المقادير وكمان ما نكطرش الخضرة ده بيخليها يبقى لونها حلو جدا ودهبي وجميل زي ما انتو شايفين هسيبها تصفي الزيت بتاعها على راك او فمصفة ده بيخلي الهوى يدخل لها وتحتفظ بارمشتها ممكن ان انتو تحمروها نص تحمير تشيلوها في اكياس في الفريزر وتخرجوها وقت ما تحتاجوا بتبقى كأنها معمولة في نفس اليوم ده احسن من انتو تشيلوها كعجينة في الفريزر جربوا هتعرفوا ازاي هي بتحتفظ بشكلها وارمشتها كأنها لسه معمولة في نفس اليوم شايفين الشكل والارمشة واللون جميلة جدا اتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتات يلا بينا مع بعض نعمل احلى وقلازل سندويتش فلافل هنبدأ الاول بتحضير صلطة الطحينة هنحتاج ربع كباية من الطحينة وتلت كباية من اللبن الزبادي كمان معلقتين كبار من عصير اللمون وهنحتاج ربع كباية من المياه الدافية هنضفها بالتدريج للتنكيه هستعمل ربع معلقة صغيرة من الشطة وده اختياري كمان نص معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة النشفة وبودرة التوم او سن التوم مهروس كمان ملح وفلفل حسب الرغبة هبدأ باضافة عصير اللمون على الطحينة وهقلبهم مع بعض هتلاحظوا ان قوامها بيتقل وتبقى شبه المعجون وده طبيعي جدا هتحكم بقى في قوامها وتقلها باضافة المياه الدافية هضيف المياه بالتدريج شوية بشوية الاول هضيف حوالي معلقتين او اربعة كده من المياه الدافية وهقلب وهضيف الملح والفلفل والكمون والتوم التوم طبعا زي ما قلنا ممكن نستعمله فص التوم صحيح مهروس التوم هقلبهم كويس وهضيف عليهم اللبن الزبادي وانا بحبها شخصيا قوامها متوسط لخفيف ولا تقيل انتو بتتحكموا في القوام اللي بتحبوه على حسب رغبتكم باضافة المياه في النهاية بزينها بشوية من زيت الزتون حلال لحظة بقى هي تجميع الساندتش هستعمل فيه طماطم فراش وبصل بحطه على البصل شوية تخليه سميه علشان يكسر من حدة البصل لو ما يبقاش في طعمه نيي كده بيبقى طعمه حلو قوي باضافة الخلب كمان هستعمل مخلل اللي تحبوه سواء ليفت او خيار هالوبينو شطة وكمان طبعا صلطة الطحينة اللي لسه محطرينها يا سلام بقى لو الساندتش بتاعنا معمول في عيش احنا خفزينه بقدينا العيش الشامي التحفة ده انا عاملاه في البيت ان شاء الله هسيب لكم لينك الوصفة في صندوق الوصف تحت الفيديو هدوسوا على السهم اللي تحت الفيديو وبيفتح لكم صندوق الوصف في المقادير بالضبط بالجرامات والكبيات وهسيب لكم لينك الوصفة بتاعة العيش الشامي تحفة جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا شايفين حجم اللي عيش قد ايه صغير كده وكيوت على قد قطمتين تلاتة كده طبعا احنا عاملينه في البيت فبنتحكم في حجمه فيش احلى والقطعم من كده انا اظهر جوعتكم وجوعت معاكم كمان ممكن نلف الساندوتش في راب سواء عيش الشاورمة او عيش التورتلة حلوة جدا وتعموا رائع دايما بقول ان الحب والاهتمام هم السر في نجاح اي وصفة ومش بس وصفات الاكل الحب والاهتمام هو السر النجاح فاي حاجة بنعملها في الحياة عموما اتمنى الوصفة تكون عجبتكم واستفدتوا منها لو ليكم اي اسئلة سيبوها لي وهرد عليها ان شاء الله اتمنى كمان لو الفيديو عجبكم تدعموا القناة بلايك وشير وسبسكرايب اشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية واترككم في امان الله ورعايته وسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة